في أخبار أخرى أشهد زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بنجاح بلاده في إطلاق قمر إصطناعي عسكري للإستطلاع باعتباره حارساً فضائياً لمراقبة العشيطة العسكرية الخارجية وممارسة كاملة لحق الدفاع عن النفس بحسب ما ذكرت وسائل الأعلام الرسمية اليوم وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ناكيم أدل بهذا التصريح خلال زيارته للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي ناتا يوم الخميس حيث أعرب عن تقديره للمهندسين والعلماء الذين ساهموا في إطلاق القمر الإصطناعي مالي جونغ واحد يوم الثلاثاء